هذا وغادر البلاد مساء اليوم فخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق لفخامته بعد زيارة رسمية لسلطنة عمان استغرقت يوما واحدا حيث كان في وداعه بالمطار السلطاني الخاص صاحب السمو والسيد سعد بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان كما كان في الودا معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات رئيس بعثة الشرف وسعادة السفير إبراهيم بن أحمد لمعيني سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسعادة السفير علي نجفي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمد لدى سلطنة عمان وأعضاء بعثة الشرف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة